مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في تقطية جريدة عبر شاشة الفلوجة السياسي والمفكر العراقي حسن العلوي وصف حكومة عبد المهدي بأنها وزارة قلقة بسبب تلويح عبد المهدي مرارا بأن الاستقالة في جيبه وطالما أنه يلوح بالاستقالة فإن ذلك لن يجعل الحكومة مستقرة بل أن استقالته ستؤدي إلى أزمة وزارية قوية في ظل انشقاق مذهبي واجتماعي كبير بحسب العلوي الذي يضيف أن أكثر ما يحتاجه العراق في الظرف الراهن هو حكومة قوية ومستقرة هنا نطرح التساؤل مشاهدين الكرام إذا كانت الحكومة قد ولدت ناقصة من المسؤول عن ذلك ليست الكتل السياسية وإن كانت قد ولدت ناقصة فمن يمنع إخراجها من الخدج لتكون حكومة كاملة ليس تلك الكتل ذاتها وإذا كانت ناقصة فكيف ستنفذ الحكومة برنامجها الحكومي وتفي بالالتزامات التي قطعتها للكتل نفسها التي تعيق إتمامها والأغرب من هذا وذاك هو أن عددا من النواب أكدوا بأن قضية إتمام الكابينة الوزارية أصبحت مسألة ثانوية وستدرج في جدوى الأعمال الفرلمان متى ما تم التوافق على الوزارات مع العلم أن الفرلمان مقبل على عطلة تشريعية بمعنى أن الحكومة ستبقى حكومة الواوات الوزير الفلاني ووكالة ومع العلم أيضا هذه أحد أخطر صفات الحكومة القلقة التي حذر منها العلوي سنبدأ النقاش مع ضيوفنا مشاهدين الكرام في هذه التقطيع بعد أن نشاهد سوية هذا التقرير رغم استمرار الخلاف بين الكتل يواصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سعيه لإكمال تشكيلته الوزارية ففي الوقت الذي يمضي فيه البرلمان بجلساته الاعتيادية يعمل عبد المهدي على تفكيك الأزمة محاولا تحقيق التفاهم على تمرير الحقائب جزئيا ومع رفض الكتل التخليع مرشحيها بدأ تمرير بعض الحقائب الخمس الشاغرة مبكنا وحصر الأزمة بحقيبة أو حقيبتين مع الأخذ بحين الاعتبار أن التقاطعات بين الكتل السياسية ما تزال معقدة ولا توجد بوادر لتجاوزها خلال الفترة القريبة المقبلة استثمرنا هذه الفرصة لوضع ومع ذلك بدأ عبد المهدي حراكا جديدا لتفكيك الأزمة من خلال محاولة التوافق على حقائب العدل والتربية والهجرة وحصر الأزمة وتضييقها على حقيبتي الداخلية والدفاق وبحسب التسريبات فإن حراك عبد المهدي بدأ مع الأحزاب الكردية محاولا إقناعها بتمرير مرشح لوزارة العدل وأنه سيبدأ تحركات لحل مشكلة وزارتي التربية والهجرة أما الداخلية والدفاع فإنه سيترك الوزارتين تداران بالوكالة في حال استمرار الخلاف بشأنهما مطيام الكرة بساحة الكتل السياسية المتصارعة ليخفف الضغط على حكومته فيما يديره والوزارتين بالوكالة وعلى ما يبدو فإن موضوع إكمال التشكيلة الحكومية أصبح أمرا ثانويا في عمل البرلمان ومتى ما تم التوافق بشأنهما فسيضاف إلى جدول الأعمال ليتم تمرير المرشحين للحقائب الشاغرة رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيوفنا من بغداد عضو اقتلاف النصر أحمد العباسي وأيضا محمد العقلي عضو اقتلاف دولة القانون ومن أربيل الكاتب والمحلل السياسي كفاح محمود مرحبا بضيوفي الكرام سأبدأ معك سيد العباسي ملاحظين أنه تحالف سائرون مستأثر بالرأي بتحالف الإصلاح وبالتالي أي اتفاق سياسي يتم بينهم وبين البناء وإن دوركم وإن رأيكم بالتشكيلة الوزارية وتوافقاتها ما سمعنا لكم أي رأي فيما يتعلق بمثلا خلو الكابينة الوزارية من أي مرشح أو من أي عضو بتحالف النصر سيد العباسي تفضل محيى ضيوفك الكرام ومشاهديك الأعزاء الحقيقة أن تشكيل الحكومة اليوم جاءت على أساس توافقي لأنه عجز الطرفين أن يمثل الكتلة الأكبر كما رسم الدستور تشكيل الحكومة أو إعطاء صلاحيات أو سلطات تشكيل الحكومة للكتلة الأكبر فعنده عجز الطرفين عن تشكيل الحكومة وهذه بدت المباراة عندما تبنى أحد الأطراف المتنافسة على تمرير رئيس البرلمان والطرف الآخر أيضا انتصر بتمرير رئيس الجمهورية وبالنتيجة احتكم الطرفين إلى الرأي والحكمة على أن تخرج العملية لتشكيل رئاسة الحكومة وكابينة الرئيس الوزراء بالكامل وطاقم الوزاري تقوم على أساس التوافقية فصارت الأمور بهذا الشكل لذلك لاحظنا أنه الطرفين اللي هم يعني الطرف اللي هو سائرون مثل السيد مقتدى الصدر والفتح الكتلة التي تأتي بالتراتبية ثانيا بعد سائرون اللي مثل السيد أول حسن العامري بأن تعطى صلاحيات واسعة وحرية كاملة إلى الأخ المرشح لرئاسة الوزراء في حينها اليوم السيد الرئيس الوزراء الحالي الدكتور عادل عبد المهدي لكن هذه الحرية مقيدة بأن يمرر الوزير والاختيار المرشح إلى الحقيبة الوزارية بالتوافقية تكون على أساس يمرر على أساس توافقية للطرفين الإصلاح والبناء وليس الرأي إلى سائرون أو البناء ينفردون بها العمل لكن أساس هذا التوافق وهذا الاتفاق هو سائرون والبناء اليام دا صار الاتفاق بهذا الاتفاق نازلت عن حقوقها اليام دا صار الاتفاق حقيقي بهذا الاتفاق الذي تفضلت به حضرتك صار الاتزام حقيقي وطان الاتزام أصبح أمر واقع لأنه أصلا أنه سائرون سارت مع النصر والعراقية والعفو الوطنية وباقي الكتل السياسية الحكمة وغيرها وصالح المطلق وبالمقابل أيضا البناء مع المحور وفتح يعني هذه الكتل السياسية انضوت تحت البناء فبالنتيجة أصبح تحصيل حاصل المؤتلفين في البناء وافقوا برأي من يمثلهم وهو الحسن العامري كرئيس فتح في حينها وكذلك الأصلاح أيضا الموافقة مالتهم ضمنية لا علنية وغير صريحة بما ظهر به وما خرج به السيد مختدصة لذلك تلاحظ أن الحكمة تنازلت عن استحقاقاته وكذلك النصر تنازلت عن استحقاقاته وكثير من الكتل أيضا عند البناء من ضمنهم الأخ العامري كبدر أيضا حسب الدعاء أنه تنازل أيضا عن استحقاقاته لذلك صارت الأمور بهذه التوافقية والنصر هو جزء من هذه الكتل التي لم تحصل على استحقاقاتها بالكامل طيب سيد العقالي شون يعني تشوف تأخير استكمال الكابينة الوزارية في ظل ثبوت برنامج حكومي وعود لرئاسة الوزراء راح يقدر السيد عادل عبد المهدي يفي بوعوده يحقق جزء من عدها في ظل عدم استكمال الكابينة الوزارية إلى أحد هذه اللحظة شكرا جزيلا تحية لك وإلى الضيفين العزيزين وإلى مشاهدات ومشاهدي قناتكم الموقرة في هذا المساء أعتقد التأخير في تشكيل الحكومة وعدم اكتمال أركانها سوف يجعل هذه الحكومة لم تمضي بالعمل الجدي والحقيقي في الوزارات للأداء الأمثل الذي يتطلبه الشعب وينظر بعين أن الحكومة هذه تختلف عن الحكومات السابقة لأن الأسماء التي استوزرت هي أسماء فيها من المهنية وفيها من الكفاءة قد تختلف عن ما كانت عليها الحكومات السابقة لكن الاتفاق وليس التوافق على تكليف السيد عادل عبد المهدي وهنا الاتفاق حصريا ما بين سائرون وبدر والفتح تحديدا يعني كان الاتفاقا هشا وهذا الاتفاق سرعان ما تبعثرت أوراق هذا الاتفاق عندما تم تشكيل الحكومة جاءت الحكومة على شكل دفعات الدفعة الأولى أربعة عشر وزارة الركن الآخر أو الدفعة الثانية ثلاث وزارات وبقت الدفعة الأخيرة خمسة وزارات لا نعلم هذه الخمسة وزارات سوف تكون على شكل دفعتين أو دفعة واحدة أو دفعة أخيرة وتبقى وزارتين الدفاع والداخلية إلى نهاية هذه الدورة تسريبات أسد تقول سيدة جيني التسريبات تقول أنه راح تمرر الوزارات تمرر أربع وزارات بانتظار حسم الجانب الكردي لمسألة حقيبة وزارة العدل من المحتمل أن نشهد غدا التصويت على الوزارات العمنية وعلى أيضا وزارة التربية فقط كما ذكرت لك وفقا للتسريبات التي وردت إلينا تشوف أنه أكون إمكانية أن تكون دفعتين ويبقى فقط إذا صارت مسألة وزارة العدل حقيبة شاغرة من الممكن أن يتوافق الجانب الكردي يتوافقون فيما بينهم لتسمية وزير معين يعني لرداءة الصوت السؤال لم يكن مكتمل لدي لكن حسب ما فهمت من أطراف السؤال الحكومة لا أعتقد سوف تكتب الأركانها في المستقبل القريب المنظور أنا أعتقد لربما سوف تتعجل إلى العام القادم إن شاء الله عام سعيد وعام خير وبركة على جميع الإنسانية وجميع العراقيين أعتقد هذه الحالة المماطلة وعدم الاتفاق والصراع السياسي ووصول الصراع إلى مرحلة كسر الإرادات داخل قبة البرلمان أعتقد هو كفيل بأن الحكومة سوف لن ترى النور كاملة خلال هذه الفترة المنظورة كثرة الخلافات يعني مثلا ليست الخلافات هي على وزارة واحدة والعقدة في وزارة واحدة كي نقول أن الوزارات سهلت التمرير على العكس تماما كل الوزارات التي هي تبقت هي عليها خلاف واختلاف من قبل المكونات التي توكل لها الوزارات على سبيل المثال نعم وزارة العدل هناك خلاف ما بين الأخوة الكرد على من يكون في هذه الوزارة الاتحاد متمسكين بالأخشواني والديمقراطي متمسكين بأسماء أخرى كذلك التربية التربية الأخوة السنة منقسمين يعني المحور منقسم إلى قسمان قسم مع الإصلاح وقسم مع البناء والآن هناك حراك من قبل يعني الأطراف السنية على من يستوزر أو من يكون وزيرا إلى وزارة التربية أضف إلى ذلك يعني الدفاع الدفاع فيها أكثر من عشرة مرشحين لحد الآن هناك يعني مشكلات مركبة ومعقدة في الوزارات لا أعتقد حسب يعني ما لدي من معطيات أنها سوف تمر ذات المرور السهل اليسير الإنسيابي لربما سوف يكون هناك تأجيل إلى بعض الوزارات إلى وقت غير منظور أو وقت غير مسمى هذا كله يدخل في تعقيدات الجو العام يدخل في الحسابات التي من الممكن أن تعقد المشهد أكثر مما هو عليه الآن فبالتالي على قادة الصف الأول أن تتوافق وأن تتوافق على برنامج معين أو على خريطة سياسية قادمة باعتقادي الخارطة السياسية سوف تتغير التحالفات التي كانت قبل تشكيل الحكومة سوف لن تكون ذات التحالفات التي بعد اكتمال الحكومة أو عدم اكتمال الحكومة سوف تكون هناك حالة الشد وجر الحبال مرة أخرى ما بين الكتل السياسية داخل قبة البرلمان ولربما المحافظات ومجالسها سوف يلقي بظلاله على المشهد السياسي بصورة عامة عندما انتقل الصراع السياسي من قبة البرلمان إلى مجالس المحافظات فبالتالي هناك لربما خارطة جديدة سوف ترسم للتحالفات السياسية القادمة علما أن هناك كتل سياسية لم تكن إليها وزارات فبالتالي هي ناقمة على الوضع العام بصورة عامة لا تريد الوضع أن يمرر بسهولة يعني انتظارا منها إلى أن الوضع يزداد سوءا ولربما يعاد تركيبة المشهد مرة أخرى حتى تكون لها حصص يعني في الوزارة أو في أركان الوزارة فبالتالي هناك مصالح فئوية ضيقة في حسابات بعض الكتل السياسية لا تستطيع هذه الكتل السياسية أن تنتقل من هذه المرحلة مرحلة المحاصصة المحاصصة لا زالت موجودة نعم حوصرت المحاصصة من خلال الاتفاق على السيد عادل عبد المهدي هذه محاصر إلى المحاصصة من خلال التصويت على بعض المكانات المهمة مثلا سيد عادل عبد المهدي أخذ مرونته بالاختيار إلى أربع وزارات أو خمس وزارات بمحض إرادته هذا كسر إلى المحاصصة لكن كم يستطيع الوضع العام أن يجبر الكتل السياسي عن التخلي عن المحاصصة في الوقت الحالي لا أعتقد الكتل تبني آمالها على الوزارة وما يدخل للكتل من الوزارة إليها فبالتالي هناك صراع المصالح صراع القضية الفئوية الضيقة للأحزاب هي من عقدت المشهد أكثر طيب سيد كفاح محمود رحب بك مرة ثانية سيد عادل عبد المهدي يتواصل مع الكرد لحسم الخلاف حول وزارة العدل أم أن الأسماء قدمت وأن الخلاف يبدو على أشده بين الديمقراطي والاتحاد الوطني أخي أنس بداية المساء الخير عليك وعلى الضيفين المحترمين قبل أن نجيب عن هذا السؤال حقيقة أنا أرى أن هناك ضغطا كبيرا يسلط على سيد عادل عبد المهدي وربما على زعماء السياسيين العراقيين من الإعلاميين أو ربما من المراقبين والمحللين السياسيين بأننا تأخرنا كثيرا في تشكيل الحكومة تجربتنا الديمقراطية للسنوات التي مضت مقارنة مع كثير من التجارب العالمية ربما تعطينا أكثر من مبرر للتأخير في تشكيل هذه الحكومة إذا ذهبنا إلى تاريخ ليس ببعيد في السويد تأخروا أكثر من ست شهر لتشكيل حكومتهم والسويد دولة ديمقراطية عريقة اللبنانيين لحد هذه اللحظة لم يشكلوا حكومتهم منذ ما يقرب من سنة وهما تعرف جيدا أن لبنان دولة ديمقراطية عريقة في المنطقة إذن ليس غريبا التشكيل وأنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه في المقدمة أو في تصريح السيد ليس معك مع تصريح النائب السابق السيد حسن علوي بأن حكومة السيد عبد المهدي قلقة بالعكس أنا أراها أكثر أكثر تأني أكثر حكمة في التعامل مع الملفات الشائكة بالتعامل مع مسألة المحاصصة وكثير من الأمور هو يذهب إلى انتقاء وزارات مع إرضاء كل الكتل السياسية بتقديم مرشحين كفوئين لشغل مواقع الوزارة أذهب إلى محاولات السيد عبد المهدي وهذه جزء من سلوكه كرجل دولة هو تدخل أو يحاول مع كل الكتل يعني بالتأكيد له دور كبير أيضا في مسألة الخلاف على وزير الداخلية وزير الدفاع بقية الوزارات في الشأن الكردي أيضا له باع طويل خصوصا وأنه يتمتع بمقبولية محترمة لدى الفعاليات السياسية هنا في كردستان الحزبين الرئيسيين كما يعرف الجميع قدموا مرشحيهما الديمقراطي الكردستاني يرى بأن الاتحاد الوطني أخذ استحقاقه في رئاسة الجمهورية والموقع الآخر وهو موقع وزارة العدل للمكون الكردي لم يشترط أن يكون المرشح لهذا الموقع من الديمقراطي الكردستاني ولذلك رشح السيد دارة نور الدين وهو شخصية مستخيلة لماذا يتأخر الحزم؟ إذن بالضبط الاتحاد الوطني يصر على أن يكون وزارة العدل وهذا الإصرار أعتقد هو الذي أخر اختيار سيد عادل عبد المهدي لأحد المرشحين أنا أعتقد خلال الأيام القليلة القادمة سيذهب السيد عادل عبد المهدي إلى حل حلة هذه الإشكالية وأعتقد سينجح أيضا في حل حلة بقية الوزارات وأتفق مع زميلي العقيلي بأنه ربما سنذهب إلى دفعتين أو مجموعتين مجموعة الأولى تكون وزارة العدل ووزارة الهجرة أو وزارة التربية ثم نذهب إلى مسألة وزارة الدفاع والداخلية لأن فيها نوع من التعخيق كونهما من الوزارات السيادية لكن في الأخير نحن نستعجل كثيرا على الزعماء السياسيين وعلى السيد عادل عبد المهدي حقيقة إذا سأذهب إلى بداية مداخلتي لدينا في العالم تجارب كثيرة لدى الديمقراطيات الأقدم من الديمقراطية العراقية يتأخرون لكي ينتجوا حكومة قوية وحكومة حكيمة أرجع لك سيد العباسي صارت قضية الكابينة الوزارية برأيك ومسألة عدم استكمالها قضية ثانوية بالبرلمان بحيث يتم تأجيلها عدم إدراجها تدرج في الجدول اللي ينزل على وسائل الإعلام قبل يوم من الجلسة وقبل ساعات من الجلسة ومن ثم لا يتم مناقشة صارت قضية ثانوية بالبرلمان ربما البرلمان بيصدد أخذ عطلة شريعية من دون الاستكمال برأيك الحقيقة هو الأرباك اللي حدث بسبب الخلافات وعمق الخلافات بدت تتوسع أكثر خاصة عندما تم تمرير الـ 14 وزارة السابقة وهذه جاءت ليس على أساس قناعة كاملة لدى كل الكتل السياسية وإنما ضيق الفترة المحددة بالدستور الثلاثين يوم خلال هذه الفترة يجب أن تمرر الكابينة الوزارية وبخلافه سوف يسحب الترشيح من المرشح لرأسة الوزراء ويعطى إلى شخصية أخرى وكل يعرف على أن ترشيح السيد عادل عبد المهدي جاء ليس على أساس الكتلة الأكبر كما رسم بالدستور آلية الترشيح المرشح إلى رأسة الوزراء على أساس هذا الاستحقاق الدستوري فإذا ما تم استبدال السيد عادل عبد المهدي في حينها سيخلق أي يعني ضياع أو يعني نروح فيه نفق مظلم أكثر خلافات وتتوسع هذه الخلافات أكثر لذلك كان الجميع حريص على أن تمرر هذه الوزارة بهذا الشكل وبهذا العدد والدليل أنه لاحظت أنه الإعلام صلت الضوء على بعض سيفيات ويعني كفاءات وأمكانيات بعض الوزراء اللي مرروا من ضمن الكابينة الوزارية الأولى لأربعة عشر وزير أنهم من مشمول بمساءلة وعدالة ومنهم من ينتمي إلى كذا ومنهم من يعني هناك ممارسات فساد وغيرها إن صحت هذه حقيقة لكن نحن نسمع الكثير من هذه الملاحظات والمعلومات من وسائل الإعلام ومن المقربين من المشهد السياسي ومن العملية السياسية بالنتيجة أنه الكل كان حريص أن يعطي شرعية إلى حكومة عادل عبد المهدي حتى أن تنظي ثم تكتمل هذه الوزارات لذلك شوفوا اليوم أنه أكثر النواب بإرادتهم منفردة أو ككتل السياسية أو كإتلافات متعددة أضافة إلى إتلاف الكرد بشقة أن يطلع على السيرة الذاتية قبل فترة يعني فترة أكثر من أربعة أيام أو ثلاثة أيام أكثر الكتل السياسية والنواب كانوا يطالبون بالإطلاع على هذه السيرة الذاتية حتى لا يتفاجئون بشخصيات مثل ما مررت بالوزارات السابقة أما موضوع أنه الأخ العزيز من كردستان يتحدث على أنه العراق يعني مو مشكلة أن تتعطل الحكومة وضرب مثل على لبنان والدول الديمقراطية نعم أنا أتفق وياه متى ما كان العراق مستقر أمنيا اقتصاديا بالنتيجة العراقي مر بوضع أزمة والعراق وضع مربك يختلف تماما عن هذه الدول الدليل على أنه لو كانت هذه الوزارات استكمال هذا الكابينة الوزارية والطاقم الوزاري الأخ عاد العبد المهدي لا يؤثر كما موجود اليوم في لبنان المستقرة أمنيا واقتصاديا لمضت وأشرعت الحكومة ببرنامجها الحكومي واستطاعت أن تقدم الخدمات والوزراء يخذون على عاتقهم مسؤوليات التي تقع على عاتقهم باتجاه وزاراتهم حتى يستطيعون أن يقدمون الخدمات إلى أبناء الشعب العراقي اللي هم يمس الحاجة اليوم بانتظار وعينهم شارعة وتنتظر من حكومتهم ومن برنامجهم أن يقدم لهم شيء أضافة إلى البرلمان اليوم أيضا صاب العوق اليوم وانشلت حركته بسبب موضوع الكابين الدليل على أن لحد الآن لم يناقشوا أي مشروع قانون وحتى الموازنة اليوم التي تتلاحظها أمامك يفترض أن هذه الموازنة تشرع قبل أن ندخل في السنة وما مضى عليه المجلس النواب السابق وكان موفق بمناقشته لمشروعات القانون الموازنة السابقة لأربع سنوات لم تنظي أعتقد إلا سنة واحدة عبرت إلى السنة التي تليها فدائما يناقشون الموازنة ويقروها ويصوتون عليها في شهر الثنعش يعني في الشهر الأخير من السنة الحالية يفترض لاحظ اليوم تلك عمل البرلمان سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة على أن يأقذ دورة لحد هذه اللحظة وذا ما قارننا أنه الانتخابات التي جرت في 12-5 اليوم عبرنا شهر يعني الثنعش فمن 12-5 من الخامس إلى شهر الثنعش سبع تشهر من عمر العملية السياسية كلها سواء التشريعية أو التعطيل بسبب يعني التزوير ما حدث وقرارات المحكمة الاتحادية ومفوض الانتخابات وما جرى إضافة إلى تشكيل حكومة وتلك أهل حد هذا اليوم وكما تحدث الأخ من كردستان والأخ العقيل على أن محتمل أو أكيد يعني ستعبر هذه العملية وهذه الخلافات إلى السنة القادمة وتدري إحنا العطل من واحد إلى يوم ستة والبرلمان أكيد يوم الثمانية يجلس وتستمر الخلافات ورح تنشئ خلافات جديدة سواء الكرد ببيناتهم على العدل وكذلك المسيح على الهجرة والمهجرين والدفاع وكذلك موضوع الداخلية الذي لم يحسم لهذه اللحظة فهذه راح تنقل هذه المشاكل من هذه السنة إلى سنة التسوة وطعش وتستمر بعدين إذا خلصنا من هذا الموضوع الخمس وزارات سواء راح بدفعتين أو بدفعة واحدة سواء صار اركسر إرادات أو بالتوافقية كما بجت الحكومية وهلي تكون أفضل حتى سهل عمل الأخ عادل عبد المهدي حتى يستطيع أن ينتبه أو يمضي فساد موضوع الجانب الاقتصادي وتطويره حركة الاقتصاد وكذلك موضوع البطالة ومعالجتها تقديم الخدمات اليوم يعني ملفات كثيرة تنتظر الأخ عادل المهدي يعني الخلافات وين تنتقل تنتقل إلى الهيئات المستقلة وكما ذكر الأخ العائقية اللي أرجو أن نركز على كلامه كان دقيق على موضوع المحافظات أول مرة قال انتقلت الخلافات اللي يقصدها بغداد والنجف والبصرة لكن أكد على كلام جدا جميل قال انه اكو كتل سياسية نشأت كقوة سياسية نقول جديدة بالبرلمان سبب تعجيل انتخابات مجالس المحافظات سنة وراح تؤجل ايضا سنة هذا الفارق بهاي المدة السنتيا انهما ما عدهم استحقاقات بالمحافظات لكن عدهم استحقاقات وين صارت بالحكومة المركزية وهذا بدأ يشعر انه استحقاقها بالمحافظات بدأ يذوب يعني ما قاعد يلمسه فقام يخلق شنو تصريحات تلاحظ هاي القوة السياسية مرة يقول لك والله المناصب بالوكالة مو صحيح فعليه لازم احنا العيد كل شيء بالحكومة وش يريد هو ما يعني 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 باتجاه انه الحرقة في قلبه او اندفاع على انه الوكالة المناصب بالوكالة فعلا ما تقوم بأداءها هو يريد ان يزيح هذه المناصب حتى يخلق مكان لنفسه لكنه المتلقي والمشاهد يعقذها بحسنية ما يعقذها بسؤنية على انه فعلا احنا نضام ويا لانه اكو مناصب كثيرة بالوكالة فرغبتنا ان تكون مناصب بالاصالة حتى تأخذ دورها ويتحمل المسؤولية اكثر هذا النفس ادهاي القوة وين النقل النقل للمحافظات فبدأ يثير هاي المشاكل بالمحافظة حتى شنو يلاقي لفرد منفذ حتى يصل الى ولو بوعد ولو حتى يعني اللي ويا باعتلافه يرضو بمنصب في الوقت الحالي حتى انه تهدأ هاي الامور ويسير لذلك اليوم كان نقاش في مجلس النواب على موضوع المحافظات في مجلس النواب القسم قسميا على مجلس المحافظات يعني المحاكمات المحلية منهم من رأى ان تجمد صلاحيات هؤلاء ويبقون لانه الدستور او القوانين اشارت على ان هؤلاء موجودين ما قدر نلغيهم وقسم قال لا انمدت بعد سنة هاي السنة ما تعجب ولا ترضي القوى السياسية الجديدة اليوم نشأت تشعر انه كبير اولها وجود في الحكومة المركزية وفي مجلس النواب ايضا هاي الاستحقاقات تريد تنقلها الى المحافظات حتى تأخذ استحقاقاتها طيب سيد العقالي خلينا ارجع لك شنو ملامح هاي الخارطة السياسية الجديدة اللي تتحذر منها ويبدو انه احنا كليتنا متخوفين فيما اذا آلت الامور اليها ملامحها شنو هاي سيدي كريم يعني العراق الان او العملية السياسية بالعراق لا توجد فيها قرارات سياسية ما ينقص الوضع هو القرار السياسي ما عندنا قرار سياسي حاسم باتجاه البرلمان ولا باتجاه الحكومة ولا باتجاه ما يجري من بعد تشكيل الحكومة من هيئات مستقلة كما تفضل السيد العباسي ولا باقي الملفات العاق يعني المعقدة يعني مثلا حتى الملفات ما بين قليم كردستان والحكومة الاتحادية ما في قرار اليوم نحتاج الى قرار سياسي هذا القرار السياسي يأتي من كتلة سياسية او تحالف سياسي من الكبار من كبار الكتلة السياسية يفترض ان تكون هناك يعني طاولات تجمع وزيارة السيد مسعود برزاني الى بغداد هو اتى بهذا المشروع حقيقة وكان هناك نال استحسان بعض الكتلة السياسية لكن لحد الان لم تفعل فكرة السيد مسعود برزاني باتجاه جمع الاقوياء لاتخاذ قرارات سياسية هذه القرارات السياسية اليوم البلد بحاجة الى قرار السياسية لو كان لدينا قرار سياسي ما كانت الحكومة اتت عبر اتفاق ما بين طرفين كان اتى عبر سياق الدستور الصحيح هو الكتلة الاكبر هذا جانب جانب اخر لو كان لدينا قرارا سياسيا لتم التشكيل اركان الحكومة كاملة لماذا اتت عبر دفعات والان لحد الان الدفعات لم تكتمل لو كان لدينا قرارا سياسيا لم انتقلت المشكلة السياسية من البرلمان الى مجالس المحافظات اذا بحاجة الى قرار سياسي القرار السياسي هو يأتي من يعني غطاء سياسي الغطاء السياسي متمثل بالثقل البرلماني بالثقل الذي تمتلكه الكتل السياسية صاحبة القرار السياسي فبالتالي رؤيتي للمستقبل من خلال المعطيات لابد ان يكون هناك تحالف تجمع الكبار سمه ما شئت لكن المهم يخرج بنتيجة بقرار سياسي واضح المعالم حتى لا تنتقل المشكلة السياسية من البرلمان الى الشارع وهو يكون أخطر حتى لا تنتقل المشكلة من الحكومة الاتحادية الى حكومة تقليل كردستان وهذه مشكلة نريد ان نرأب الصدع يعني حقيقة ما بين كل الاطراف التي هي فيها مشكلات على الملفات التي تحويها مثلا يفترض من الاتحاد الاخوة في الاتحاد الكردستاني ان يكون لديه الإيثار عندما اخذ رئاسة الجمهورية يفترض الوزارات تترك مثلا الى الديمقراطي في حين ان الاخوة في الديمقراطي عرضوا على الاخوة الاتحاد انه مقابل رئاسة الجمهورية كل الوزارات ان تكون الى الاتحاد والاتحاد رفض اذا الان نحن امام يعني منعطف خطير هذا المنعطف الخطير هو بيد الكتل السياسية تستطيع ان تعدل الانحرافات تعدل السياقات الخاطئة الى سياقات صحيحة اولا عبر الاثار حتى ولم يكون جزئي حتى لو لم يكون كلي يفترض ان يكون جزئي لكن يفترض ان يكون الحجر الاساس الى قادم العمل السياسي هذا جانب جانب ثاني ان يكون هناك اتفاق ما بين كبار قادة الكتل السياسية على ان يكون منتج هذا الاتفاق هو قرار سياسي ثالثا دعم حكومة السيد عادل عبد المهدي عبر القرار السياسي لان حكومة السيد عادل عبد المهدي برؤيتي اذا لن تنجح حكومة السيد عادل عبد المهدي لربما لربما واتمنى ان لا يكون ان تكون هذه اخر حكومة ديمقراطية فيها العراق لربما الوضع يعني ينفتح على يعني مخرجات او يعني يكون منفتح على بعض الامور لا تحمد عقبها واحلاها يكون مرا فبالتالي على قادة الكتر السياسية ان تنظر بعين الواقعية وبعين الحلول الى ما هو موجود من المشكلات فبالتالي يعني يفترض ان نعدل المسارات عبر هذه الخارطة التي من الممكن ان تكون موجودة داخل قبة البرلمان وخارجه لتعديل المسارات طيب سيد كفاح محمود شنو اللي عرق الوجود قرار سياسي عراقي يساند العملية السياسية بالوقت الراهن برأيك يعني بداية يعني انا متضامن جدا مع ما ذهب اليه الدكتور العقيلي حقيقة وضع النقاط على الحروف نحن بحاجة الان يعني دعنا من التسميات يعني مجلس حكماء مجلس الزعماء السياسيين الرئيسيين في البلاد الكتل الكبيرة المكونات الرئيسية في البلاد لكي يتبت في إصدار قرار سياسي وتضع خارط الطريق ربما يهتدي بها الجميع بالتأكيد نحن بحاجة إلى شيء من هذا القبيل وقد طرحه الرئيس مسعود بارزاني بزيارته إلى بغداد لجميع الكتل ولا قترحيب كبير انا اعتقد ربما الرئيس بارزاني ينتظر أن تنتهي أو ينتهي سيد عبد المهدي من تشكيل الحكومة لإعادة تفعيل هذه الأفكار إلى فعل ميداني على الأرض بودي أيضا أنا شير إلى نقطة مهمة جدا أنا سيبدو أن الأخ الذي تحدث عن لبنان وبقية الدول لبنان ليست أفضل حالا من العراق فهي تعاني من انهيار اقتصادي العراق لا يعاني من انهيار اقتصادي هي في حالة حرب غير معلنة سواء في سوريا من خلال حزب الله الموجود يحارب في سوريا مع نظام بشار الأسد أو على الحدود مع إسرائيل وليس هناك أي هدنة أو سلام بين الطرفين الوضع في لبنان ليس أفضل لكن أعود مرة أخرى لا نستعجل كثيرا أنا أعتقد السيد عبد المهدي يسير بخطة ثابتة ومجرد أن نعينه ونسانده في مسألة تشكيل الحكومة ربما سنقصر المسافة أو الوقت الذي يستهلك حاليا وربما كما قال الزملاء بأنه سيؤثر على إداءة البرلمان وعلى الملفات التي تحدث عنها السيد العقيلي الملفات بين بغداد بغداد وأربيل بين بغداد والبصرة بين بغداد وكل المحافظات لدينا إشكاليات كثيرة في المحافظات أعتقد لن تتأخر كثيرا الإشكالية الرئيسية تقع في وزارتي الدفاع والداخلية بقية الوزارات ربما لا أمتلك معلومات دقيقة ولكنني أستشعر بأنه هناك شبه اتفاق بين الاتحاد وبين الديمقراطي الكردستاني إلى منح السيد عبد المهدي خيار اختيار المرشح من المرشحين الذين قدموا لسيد عبد المهدي وربما ينجح المكون السني أيضا في الاتفاق على مرشح للتربية والمسيحيين كذلك أرجع لك سيد العباسي باستطاعة السيد عادل عبد المهدي اليوم تنفيذ البرنامج الحكومي برأيك لو يمكن ما رح يسعف الوقت إذا ما صارت تطورات أخرى كتلك التي حذرت منها حضرتك والتي حذر منها السيد العقيلي الحقيقي هو الرجل رغبته أن يمضي بمشروعه وبرنامجه الحكومي وكذلك اليوم أكثر الوزارات سميت وزرائها كحقائب اليوم وزارية متكاملة فاليوم بتسمية أو انتخاب أو منحة ثقة الوزراء الثلاثة أيضا عزز حكومة الأربعة عشر يوم أسبعة عشر وأعتقد غدا إذا ما مضت الأمور بشكل سلس وطيب أيضا يمضون ثلاثة يعني ما أعتقد هناك كلافات عميقة وقوية لأنه الكرد أعتقد متوصلين إلى قناعة أعتقد أخ خالد شواني كمرشح لأنه يعني حسب اعتقادي أو المعلومات التي وصلتني السيد القاضي دار منسحب يعني بمحظ إرادته وبإرادته وأعتقد أكف التوافق لأن دائما عودونا الأكراد أنه خلافاتهم تكون عميقة فخلافات تكون بسيطة واستحقاقات أكيد يصفوها بيناتهم ونتمنى أن يوصلون يعني ما نريد نشوف هذا المشهد الذي شفنا في هذه الدورة ما نشوفه سابقا أنه دائما أنه الطرفة نحن كسنة وكشيعة يعني ما نقول حالة حسد للأخوة الكرد وإنما حالة إعجاب باتفاقاتهم لكن سبحان الله هم يعني الخلافات هذه فانتقلت لهم السنة في هذه الدورة عفوا ولاحظناها أعتقد تكون طارئة لأنه وضعهم السياسي يختلف عننا والاستقرار وأكثر من يعني الوسط والجنوب فأعتقد العدل تمضي طبيعية وكذلك التربية تم الاتفاق وحد هذه اللحظة هناك يعني مجتماعات محمقة عند الأخوة المحور وكذلك الطرف الآخر في الإصلاح يعني كطرف السني أيضا تمضي إن شاء الله بسهولة طيب والاتفاق تم على أحد الخوات استبدلوها الأخوة هنا بشخصية أخرى ما يحضرني اسمها بالنسبة للهجرة فذولة الثلاثة أعتقد غدا يمشون إذا تم عرضهم على مجلس النواب لكن تبقى العقدة والخلاف على الأمنيات اللي هي الداخلية والدفاع فإذا احتكموا على الأكثرية في البرلمان أعتقد يمشون لأنه إذا ما كمل النصاب تمشي الداخلية وتمشي الدفاع بمرشحي الأخ عادل عبد المهدي وأعتقد ما يعني غير بيهم لأن ذول الثلاثة لأن عرضهم وصار اعتراض عليهم وما مشوية الثلاثة ذولاك السابقين فتحصيل حاصل راح يصير تغيير عليهم يعني قصد العدل والهجرة والتربية لكنه الدفاع والداخلية أصلا هو ما عرضهم فأعتقد الأسماهية راح تبقى نفسها يعني الفياض أعتقد نفسها راح يبقى وكذلك الشيخ الجربة ويعرضون غدا على البرلمان والبرلمان هو يكون الفيصل بالتصويت متى ما تم يعني اكتمال النصاب لكنه الطرف الآخر يعني متحفظ سمرقون معترض يعني سينسح بأعتقد من يعني إذا تم تصويت على ثلاث وزارات الأولى اللي ذكرناها فعندما يصل التصويت إلى هذه الوزارات لعله ينسح فإذا انكسر النصاب بهالحالة ما راح يمررون وإذا النصاب كامل أمام السيد عادل عبداللهدي فدارك هذا الأمر هو تقديم الوزراء الأمنيين بالبداية حتى ما ينسح بالختام ماكو غير ممكن هاي الطريقة سيد العباس لأمو بهاي الحالة هو لازم أيصلا يكون عنده حكمة وذكي فما ممكن أن يمر يعني يمشي الوزارات اللي عليها عقدة فيريد يمشي الثلاثة حتى يسيطر بحكمته ونقدر نستطيع على إجابة على سؤالك من تكمل هذه الثلاثة وهي الثلاثة اللي مضت بذاك السبوع مع الأربعة طعش راح تكمل عنده عشرين فتبقى اثنين وعشرين مو مشكلة يديرهم بالوكالة شخصيا هو الرجل لحين ما تحال إلى العام الماضي تحال القضية وتنحل مو أكثر من 15 يوم لكن احنا مجمل هذه الخلافات تتعوق أداء ونشاط وجهد فهذا الأداء الحكومي الأمنية وتبقى حالها حكومة قبل السابقة وبقت فاي ما مكو يعني بفراغ يعني هذا التخوف خب أنا معاك والشارع أيضا والمراقبين حقهم لكن أنت ما بليد حيله شنو اللي يسوي جنابك واسوي وكذلك الكتل السياسية اليوم مرة تنظر على استحقاقات مرة كسر إرادات مرة لوي أذرع مرة تحفظ مرة ممتنع مرة رفض اللي تحدثنا احنا ثلاثة اتفقنا عليها الأخ من أربيل والأخ العقيل وتحدثت بي أنه احنا رغبتنا جميعا على أن تمضي الأمور بحالة اتفاق كما تم الاتفاق عليه ابتداء هسان ولدت بهالشكل ضعيف هش هذا قدر العراق أن يكون يعني مكونات وكتل سياسية كثيرة وقوة سياسية كثيرة لكن أكثر القوة السياسية بهذا التحفظ وبهذا الرفوض وبهذا الإصرار من الجهة الأخرى يعني ما يعي خطورة المرحلة اللي راح نوصل إلها يعني تلاحظ الأكثرية يغلب مصلحته على المصلحة العامة ومصلحة الشارع اليوم يفترض أن الكل ينتبه إلى مصلحة الشارع وتشوف تلاحظ البصرة ومشاكلها باقي المحافظات ترى ما تقل ضيم وقهر أقل من البصرة العراق في جنوب العراق والمياه الضحلة والمياه اللي ترمى في الثقيلة في نهر الدجدة والفراد تصل إليهم ومن حقهم أن يثورون وهم أهل الخير وأهل الواردات لكن نشوفهم اليوم بها الشكل ترى باقي المحافظات حتى اللي حررت أخيرا يعني بالمناطق الغربية أيضا تعاني الأمرين فبالنتيجة المحافظات كلها تعاني سوء الخدمات ومن كهرباء وبلديات العبد المهدي يعني مهام كبيرة جدا ويفترض أن يعني هو وحكومته والمجلس النواب أذني الضامن وياه وتكون حالة من التوافقية لتمرير تشريعات قوانين وتسهل أداء وعمل حتى لا تكون عقدة وهذه التوافقية بين مجلس النواب وبين مجلس الوزراء مطلوبة خاصة في هذه الحكومة لأنه مثل ما ذكر الأقل العقيل لأن أكد لك أن هذه الحكومة الأخيرة كديمقراطية في العراق فإذا فشلت هذه الحكومة لا تعتقد على أن يستبدل عادل عبد المهدي بشخصية أخرى ونلقي قوة على أن تكون أكثرية وأغلبية هذه ما ممكن أن تتحقق في هذا المشهد الذي تلاحظه أنت اليوم في وجود عادل عبد المهدي ورشح تسوية وإذا انسحب أو إذا صار أي طارق ووصل لحد هذه اللحظة إذا انسحب أو إذا صار أي طارق هو بالتالي لا يمكن أن تشكل حكومة بالتالي لا يوجد كتلة أكبر يمكن الأساس لها طيب سيد العقيل دعني أرجع لك يبدأ صراع يبدأ صراع يعني مكونات ما بعضها البعض وقوة سياسية ما بعضها البعض ويمكن تنسل حتى للشارع يمتد الموضوع إلى أكثر خطورة يكون طيب صار واضح سيد العباسي سيد العقيل بسؤال بسؤال يعني موجه ومحدد وأتمنى إجابة صريحة المسببات والتحفظات الموجودة السياسية منها تحديدا ترتقي إلى كونها سبب أساسي بتعطيل كابينة وزارية وتعطيل ظلع مهم من أضلاع حكومة السيد عادل عبد المهدي المسببات حقيقية لهذا الكم والمبررات حقيقية لهذا الكم بحيث تؤدي إلى هذا التعطيل الذي بلش يأخذ امتدادات أخرى بصراحة سيد العقيل بالتأكيد الاعتراضات والتحفظات هي سبب أساسي من الأسباب التي عرقلت تشكيل الحكومة وهذه الأسباب برأي هي ليست بالأسباب المهنية بالأسباب التي تكون فيها الحرص الكبير على تمرير كابينة محاولات فرض إرادات مثلا تكون كابينة متكاملة أعتقد الأسباب الاعتراضات والتحفظات هي سياسية أكثر ما تكون مهنية فبالتالي على هذه التحفظات وعدم تشكيل الحكومة ووضع العراق يختلف عن باقي الأوضاع كما تفضل العباسي أعتقد العراق في مرحلة الخطر ليش هسا سنتقل لك إلى الجانب الإقليمي الانسحاب الأمريكي من سوريا قد يلقي بظلاله على الوضع في العراق وخصوصا إذا الأخوة الكرد كرد سوريا سوف يعطون لقمة سائغة إلى داعش وإلى تركيا أنا أعتقد شمال المنطقة أي أقليم كردستان العراق بالتحديد سوف يكون على حافة من الهاوية وأي اختلال في أمن أقليم كردستان سوف يتعرض البلاد بصورة عامة إلى هزات الاخترية أمنية عسكرية سياسية اقتصادية وهذا ما لا نريده نريد أن تكون حكومة قوية قادرة على أن تحول التحديات إلى فرص وحتى لا تتحول التحديات إلى مخاطر لا سمح الله نستطيع أن نتلافى هذه التحديات عبر تشكيل حكومة وآخر اتصال يعني تلقاه السيد عادل عبد المهدي من مسؤولي يعني وزير خارجية الأمريكي وباقي المسؤولين على يتطلعون للعراق أن يكون عاملا استقرار في المنطقة فكيف العراق أن يكون عاملا استقرار في المنطقة وهو غارق في بحر مشاكل سياسية من خلال التحفظات من خلال الاعتراضات من خلال إرادات عدم تكميل أو عدم اكتمال كابينة السيد عادل عبد المهدي اليوم السيد عادل عبد المهدي الرجل هو حريص كل الحرص أن يكون نقطة توازن ما بين الكتل السياسية وهو مؤهل بالمناسبة لأنه يعتبر من الرعيل الأول الذي هو في العملية السياسية بعد عام 2003 له تاريخ عائلي من عائلة المنتفق فلهم تاريخ ومآثر له رؤية سياسية تمكنه من لعب هذا الدور له عقلية اقتصادية رياضيات من الممكن أن يحول الرياضيات إلى سياسة ويكون نقطة توازن لكن لحد الآن الكتل السياسية لا زالت عدم أعطائي اليد المساعدة للسيد عادل عبد المهدي حتى التحديات التي تفضلت عنها أو التحفظات هي يعني تعاكس ما ذهبت إليه الكتل السياسية بأنها أعطت المرونة وأطلاق اليد إلى السيد عادل عبد المهدي والحرية أن اليوم الاعتراضات هي بحد ذاتها تقييد السيد عادل عبد المهدي عندما السيد عادل عبد المهدي يقتنع بوزير الداخلية فالح الفياظ وتكون عليها اعتراضات من قبل كتل السياسية هذا أولا فيه عدة إشكاليات أولا تقييد يد السيد عادل عبد المهدي وعدم أطلاقها باختياره هذا واحد ثانيا السيد الفياض هو رجل متمكن في مؤسسات أمنية كان يشغلها ونجحت هذه المؤسسات بتحقيق النصر على داعش فالداخلية يعني فيها إمكانيات أمنية للسيد الفياض من الممكن أن ينتقل انتقالات نوعية في الأمن في مجال استقرار الأمن في البلاد عبر وزارة الداخلية فهناك حقيقة جملة تحديات من الممكن أن تتحول إلى مشاكل إذا بقى الوضع كما هو عليه الآن فبالتالي علينا أن نحول هذه التحديات إلى فرص جيدة كي يكون العراق عامل استقرار في المنطقة وكي لا يتأثر الأخوة الكرد في إقليم كردستان ولا تتأثر البصرة وباقي المناطق وحتى نعزز الأمن في المناطق المحررة من داعش علينا أن نفكر تفكير قادة الدولة تفكير مرحلة صعبة يفترض لقادة الصف الأول لديهم الإمكانية ولديهم الخبرة السياسية من المشكلات التي مرت في البلاد ما ممكن اليوم أن نعيد الكرة بالأخطاء مرة أخرى ونعرقل مسيرة البلاد ونؤخر البلاد عن باقي البلدان المنطقة تمر على صفيح ساخن المنطقة فيها مشكلات معقدة وتدخلات دولية معقدة لا نريد العراق أن يدخل في هذه المرحلة الصراع مع إيران والحصار على إيران يفترض للعراق أن لا يكون طرفا في هذا المجال يفترض أن يكون العنصر المحايد النيوترال في هذا المجال كي يساعد على النهوض في البلد علينا أن نفكر قليلا في العراق سوف نحصل الكثير من النتائج الإيجابية لكن إذا تركنا البلاد على هذه المشكلات أنا أعتقد البلد في مرحلة لربما تمر علينا أسوأ من مرحلة داعش التي مررت بنا طيب سيد كفاح محمود بسؤال أخير لأن الوقت داهمنا تعتقد أن المحيط الإقليمي الملتهب بصريح العبارة ممكن ينذر بعام جديد وهو عام ساخن من ناحية الأحداث شنو المطلوب من العراق شنو المطلوب من حكومة السيد عادل عبد المهدي لتحقيق الاستقرار الداخلي دعونا نكون متفائلين شوية ونقول أنه الاستقرار الداخلي وأيضا العلاقات الخارجية المتوازنة يعني استاذ أنا أصدقك القول أنا لا أستشعر أي خطر فيما يتعلق بتأخير تشكيل الحكومة لثقتي بسيد عادل عبد المهدي كرجل دولة ولثقتي بأن الزعماء السياسيين العراقيين أيضا قادرين على تجاوز هذه المرحلة وهناك عاملين مهمين جدا أيضا العامل الإيراني والعامل الأمريكي نحن نتمتع بعلاقات استراتيجية مع طهران ومع واشنطن ومن مصلحة الدولتين أن يكون العراق مستقرا وأن ينجح السيد عبد المهدي في تشكيل حكومته لأنه تسميته وتشكيل حكومته بوركت من طهران ودعمت من واشنطن ما يحدث في سوريا بالتصور القرار الرئيس ترامب لم يكن مفاجئا ولا أعتقد سيؤثر تأثيرا بالغا على الوضع في سوريا يكفي أن يكون هناك عشرات من المستشارين الأمريكيين في المناطق التي تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية لكي يمنع الأتراك من أي محاولة للهجوم على شرق الفرات نفس الاستشعار لا أشعر بالخطر أيضا حتى من انسحاب غالبية الجند الأمريكيين وهم كثر هناك إلى قواعدهم سواء في إقليم كردستان أو في بقية القواعد هنا في العراق كما قلت لك عشرات من المستشارين يكفون أن يكونوا هناك لكي يمنعوا كثير من التداعيات الوضع الإقليمي الخطر الوحيد الذي يواجه العراق هو ما يحصل في إيران كما تفضل زميلي الآن أن لا نكون جزء من هذا الصراع الصراع الأمريكي الإيراني أن لا نحول البلاد إلى ساحة لصراع الدولتين وأن لا تتورط أي فئة سياسية عراقية أو مكون سياسي عراقي أو مكون قومي أو مذهبي أو ديني أن يكون جزء من هذا الصراع أن نكون عراقيين من إقليم كردستان إلى البصرة ندافع عن مسألة مهمة جدا وهي أن نبعد بلادنا من أي صراعات إقليمية ونحمي شعبنا ونلتفت إلى ملفاتنا في إشكاليات الفساد وإعادة الإعمار في المدن المخربة وحل الإشكاليات بين الإقليم وبين بغداد أنا أشكرك لشكر الجزيل الكاتب المحل السياسي سيد كفاح محمود مباشرة من أربيل شكرا جزيلا لك شكروا التقديل الكبيري لكل من سيد محمد لعقيلي عضو اتلاف دولة القانون مباشرة كان معنا من بغداد وسيد أحمد العباسي عضو اتلاف النصر أيضا من العاصمة شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن الأصغاء والمتابعة ألقاكم دائما على خير ألقاكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة